شكرا يا ربي شكرا أديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا لما سمعنا هذا السؤال الماكر أين مخطوطات كتابكم المقدس الأصلية؟ ويضحكون وين كتابكم المقدس الأصلي؟ أين مخطوطاته؟ يضحكون جوابنا كمسيحيين على هذا السؤال الساخر الذي طالما أتانا من الأحباء المسلمين يجب أن يكون كالتالي عن طريق قلب الطاولة وهو أنتوا المسلمين أنتوا من أحرقتم مخطوطات الكتاب المقدس وحولتمها إلى رمان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أهلئ إخوتي المسلمين على حلول شهر رمضان المبارك وأعاده الله علينا بخير وصحة وعافية وطاعة أمين يا رب العالمين كما شهدتم جان يونان وكأمثال غيره من المنصرين والملاحلة مازالوا يستمرون في إلقاء التهم والإفتراءات الكاذبة والباطلة على المسلمين والإسلام ولكن نحن بإذن الله سنكشف زورهم وبهتانهم بالأدلة والبراهين وبأسلوب علمي أكاديمي كما تعودنا دائما يتهب جان يونان ويلقي إفتراء بأن المسلمين هم من أحرقوا مكتبه وبالتالي هم من أحرقوا مخطوطات الكتاب المقدس أيضا لكن سنثبت لكم جهل جان يونان بتاريخ كتابه المقدس وبأن مخطوطات كتابه الذي يقدسه أحرقت قبل الإسلام بقرون عديدة فلا يوجد أصول أصلا في وقت الإسلام وإنما أحرقت من قبل الوسنيين من قبل المسيحيين أنفسهم ومن قبل اليهود بمعنى أن النصارى واليهود بأنفسهم هم من أحرقوا مخطوطاتهم وأيضا كان للوسنيين دورا كبيرا في ضياع وإتلاف وإحراق وتدمير مخطوطات الكتاب المقدس وإليكم الأدلة على هذا الكلام في عام 165 قبل الميلاد أحرق أنتيخوس أبي فانس الوسني مخطوطات الكتاب المقدس وبالأخص المخطوطات الخاصة بالعهد القديم فيقول صاحب كتاب مرشد الطالبين صفحة 363 وأما أنتيخوس فلما وصل إلى أنطاقيا أشهر أمرا على كل شعوب ممالكه بالدخول في دين اليونان إلى أن يصل ويقول وهجم على الهيكل ونجس هيكل الله بحيث صار لا يليق للصلاة وأحرق كل ما وجد من نسخ الكتاب المقدس إذن حرق نسخ الكتاب المقدس ومخطوطاته أمر معروف مشهور قبل الإسلام بمئات السنين فها هو الوسني أنتيخوس أبي فانس يحرق كل ما وجده من مخطوطات الكتاب المقدس والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي مخطوطة عبرية للعهد القديم أو غير عبرية تعود إلى ما قبل حادثة أبي فانس حتى مخطوطات قمران حيث أثبتت الدراسات البحثية أنها تنسب إلى تاريخ ما بعد حادثة أبي فانس وليس قبلها وتحديدا سنة 125 قبل الميلاد بمعنى أن بعد حادثة أبي فانس اختفت كل المخطوطات العبرية للعهد القديم أو غير العبرية فلا يوجد أي مخطوطة تعود إلى هذا الزمن ولا حتى مخطوطات قمران أما مخطوطات العهد الجديد فقد تم تدميرها بأوامر أباطرة الرومان على مر اضطهادات عديدة ومن أشهر هذه الاضطهادات الاضطهاد الذي أمر به الإمبراطور ديكليديانوس ينقل لنا هذه الشهادة المؤرخ الكنيسة يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة الكتاب الثامن الفصل الثاني تحت عنوان هدم الكنائس يقول في السنة التاسعة عشرة من حكم ديكليديانوس إذ كان عيد آلام مخلص قد قرب أزيعت أوامر ملكية في كل مكان تأمر بهدم الكنائس إلى الأساس وحرق الكتب المقدسة في النار هذا ما أمر به الإمبراطور الروماني ديكليديانوس حرق الكتب المقدسة في النار فتم إحراق الكتب المقدسة والمخطوطات ولم ينجو منها إلا العدد القليل ولكنها للأسف ليست مخطوطات أصلية بل نسخ متأخرة لا تجدي نفع هذه هي مخطوطات الكتاب المقدس من أحرقها قبل الإسلام بقرون هم الوسنيون ولا دخل الإسلام أو المسلمين في حرق مخطوطات الكتاب النصارى أو اليهود وليس لهم أي صلة بالموضوع وهذا بالدليل والبرهان ويقول أيضا مؤرخ الكنيسة يوسابيوس القيصري في نفس المرجع كل هذا تم فينا عندما رأينا بأعيننا بيوت الصلاة تهدم إلى الأساس والأسفار المقدسة الإلهية تلقى في النار وسط الأسواق نعم لقد تم إحراق الأسفار الإلهية بأوامر من الأمبراطور الوسني الروماني ديقليديانوس فهذه هي مخطوطاتكم التي تسألون عنها كل من له إلمام بتاريخ العهد القديم يعلم جيدا أن اليهود بعدما وحدوا النص قاموا بتدمير كل المخطوطات الأخرى العبرية للعهد القديم ولم يبقوا على شيء منها لوجود الاختلافات العظيمة بينها نقرأ في المرجع التالي أن كل المخطوطات العبرية الأخرى عدى المخطوطات الماسورية والتي وحدها اليهود قد اختفت الحقيقة أن هذه المخطوطات قد دمرت قد تم تدميرها بواسطة نفس الأشخاص اليهود الذين جمعوها الذين هم التلموديين والماسوريين نعم إنها حقيقة صعبة جدا حقيقة مرة المخطوطات الكتاب المقدس قد دمرت بواسطة أهلها بواسطة اليهود وهذا يلقي الشك على مصداقية الكتاب المقدس ويصبت لكم جهل المبشرين المسيحيين أو غير المسيحيين ممن يقولون بأن المسلمين أحرقوا مخطوطات الكتاب المقدس يا لها من مصيبة ويا له من جهل شديد ونقرأ أيضا عن مخطوطات البرديات للعهد الجديد في الموسوعة الكاثوليكية حيث تقول كل مخطوطات البرديات هي مفقودة بالنسبة لنا سواء كانت من أي نوع إلا مجموعة قليلة جدا من البرديات التي دفنت في تربة جافة في مصر العليا أو مصر الوسطى وتقمن الموسوعة وتقول الفلاحون الجهال قد دمروا كميات هائلة وضخمة من مخطوطات البرديات وتقمن الموسوعة وتقول كلاما هاما جدا تقول هذه المخطوطات الأصلية من المحتمل أو تقريبا قد دمرت كلها في نهاية القرن الأول الميلادي أو بداية القرن الثاني الميلادي نحن لا نجد أي ذكر أو إشارة إلى هذه المخطوطات أي المخطوطات الأصلية عند المدافعين أو الآباء المدافعون عند المدافعين أو الآباء المدافعين الأوائل إذن كل المخطوطات البرديات دمرت قبل الإسلام بقرون في نهاية القرن الأول الميلادي أو بداية القرن الثاني الميلادي فأيها المبشرون المسيحيون يا جانيونان يا أصدقاء المسيحيين أي مخطوطات تلك التي تتحدثون عنها ونقرأ أيضا من هذا المرجع هذا الكلام الهام حيث يقول المرجع تقريبا كل مخطوطة مسيحية أو كنسية في مصر قد دمرت كما ذكرنا كل المخطوطات في القرون الأولى قد دمرت واختفت تماما لا يعرف لها أي أثر لا يوجد معنى إلا مخطوطات متأخرة وقد دمرت كما ذكرنا وأثبتنا بالأدلة والبراهين قبل الإسلام بمئات القرون فكيف يدعي مثل هذا المبشر البائس جون يونان وغيره من المبشرين الجهلة بأن المسلمين هم من دمروا مخطوطاتهم وأحرقوها إن هذا جهل وكاذب وافتراء عظيم لا يوجد لدينا الآن إلا مخطوطات متأخرة كما ذكرنا أقدم مخطوطة كاملة للعهد الجديد تعود للقرن الرابع الميلادي ولا يوجد مخطوطات كاملة أقدم من ذلك سوى بعض القصاصات التي تعود للقرن الثاني الميلادي ولعل أقدم قصاصة هي بردية بـ 52 وتعود لمنتصف أو أواخر القرن الميلادي الثاني حسب الدراسات العلمية الحديثة نعم إنها الحقيقة المرة فالنصارى أو المسيحيون أحرقوا كتبهم ومخطوطاتهم ومكتباتهم بأيديهم ودمروها ولم يعرفوا لها أي حرمة أو أي احترام ولا أي قدسية نقرأ في كتاب أساسيات في الكتاب المقدس للمطران سليم الصائغ يقول وفي القرن السادس عشر دمرت الحركة البروتوستانطية والثورة التي أشعلها هينر الثامن ضد الكنيسة الكاثوليكية أكثر مما دمرت عصور الاتهاد الأولى وفي بعض الأماكن كانوا يجمعون المخطوطات والكتب في ساحة المدينة الرئيسية ليحرقونها على اعتبار أنها كتب تخص أطباع البابوات البقيضة فالمتمردون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وجهلهم قضى على الأديرة والكتب والكنوز الثقافية التي كانت تحويها إذن المسيحيون في القرنين الخامس والسادس عشر الميلادي دمروا آلاف المخطوطات بل كثير منها والكنوز الثقافية وأحرقوا المكتبات فأي قدسية لكتابكم وأي مخطوطات تسألون عنها يا أيها المسيحيون أي مخطوطات ومن نفس المرجع نقرأ تدمير الكتاب المقدس عمدا يقول أسوأ من كل هذه الأسباب تدمير الكتاب المقدس عن قصد للحصول على ما في رسومه من زهب وفضة وحجارة سمينة كانت نسح الكتاب المقدس مليئة بالزهب والفضة والحجارة الكريمة وكان على بعض المخطوطات في إنجلترا مثلا حوالي عشرين باونز من الزهب الصافي ما عدى الجوائر فكان الكاثوليك والبروتوستانت ينهبون هذه النسخ طمعا فيما تحمله من زهب وكانوا يدمرونها لألا يفضح أمرهم سرقت المخطوطات والكتاب المقدس لأجل الحصول على الزهب والجواهر ثم إحراق وتدمير هذه النسخ هؤلاء هم النصارى هؤلاء هم المسيحيون كانوا يرتكبون ضد كتاباتهم المقدسة أعمالا إجرامية ووحشية طمعا فيما تحمله من جواهر وذهب ويدنسونها بكل همجية ويدمروها ثم يتهمون المسلمين بإحراق هذه المخطوطات نقمل عشرات من الأديرة سرقت ونهبت وأحرقت طمعا فيما في مخطوطاتها من زهب وفضة وحجارة كريمة ويقول أيضا ولما جاءت حرقة الانشقاق البروتوستانطية عن الكنيسة تلك التي يسميها البعض حرقة الإصلاح في أوروبا جعلت من النهب والتدمير والحرق قرارا ينفز في كل الأديرة فكانوا يحركون كل مخطوطة رسم عليها صليب على اعتبار أنها من الكتب الباباوية البغضة بينما كان السبب الحقيقي لتدميرها هو الحصول على ما كانت تحتويه من زهب وفضة لقد أحرقوا مكتبات بأكملها ونهبوا كتبها ومخطوطاتها لإشعال النار لتدفئة البيوت في فصل الشتاء نهب وصارقة للمخطوطات وتدميرها صارقة وتدمير وتدنيس للمخطوطات إشعال النار في المخطوطات للتدفئة في المنازل هذه هي مخطوطاتكم أيها المسيحيون هذا هو مصيرها أنتم من دمرتموها أنتم من لا تحترمون مخطوطاتكم ثم تسألون المسلمين عنها ويكمل المرجع ويقول وقد كتب المؤرخ كوليسر الأسقف الإنكليكاني قائلا إن نتيجة من أهم نتائج القضاء على الأديرة كان تدمير الكثير الكثير من الكتب فبدلا من أن يأخذ الكتب إلى المكتبة الملكية أو إلى مكتبات الكاتدرائيات الكبيرة والجامعات كانت تتلف باعتبار أنها زهيدة الثمن لقد أثبت هؤلاء الناس أنهم جهلة وأنهم لا يقدرون ما هو قديم وكان طمعهم كثيرا وجهلهم أيضا أكبر إلى حد أنهم كانوا يأخذون غلاف الكتاب المزهب والصفحات المزهبة ويحلقون أو يرمون الباقي منه وهكذا دمروا مكتبات كبيرة وهكذا دمروا مكتبات كبيرة فكان الخراب فادحا جدا إن هينار الثامن أمر بالقضاء على الأديرة وعلى الحياة الرهبانية وعلى كتبها وكنوزها بحجة أنه يريد أن يعيد تنظيم كل هذه الأمور أما السبب الحقيقي فكان أنه يريد أن يحول عقيدة الشعب الكاثوليكية إلى عقيدته الجديدة فكانت هناك هجمة شرسة وشيطانية على الأديرة لتدميرها ونهب كنوزه هذه هي مسيحية المحبة هذه هي مسيحية المحبة كان هينار الثامن يهجم على الكنيس والأديرة وأمر بإحراق الكتب والمخطوطات وتدميرها لتحويل الكنيسة الكاثريكية والمسيحيين إلى عقيدته بالسيف بالقوة يريد أن يجبرهم والآن قد أثبتنا أن أصول مخطوطات الكتاب المقدس قد ضاعت وأحرقت قبل الإسلام بمئات السنين بل إن اليهود كان لهم دور في إحراق مخطوطاتهم بأيديهم بل إن النصارى حتى بعد الإسلام كانوا يدمرون ويحرقون مخطوطاتهم ويجبرون الطوائف الأخرى بالقوة على عطناق طائفة معينة فها هي مخطوطاتكم أنتم المسؤولون عنها وانتظرون إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والتي سنفند فيها أسطورة حرق المسلمين لمكتبة الإسكندرية وسنفجر لكم العديد من المفاجآت وكل ذلك بالأدلة والبراهين وبأسلوب علمي أكاديمي كما تعودنا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته